مرحبا بكم. تتعرض الكلاب للعديد من الوعكة الصحية واكثر الامراض ظهورا لدى الكلاب الديدان والتي يتأكد الطبيب البيطري من اصابة الكلب بها بعد اجراء فحص بواسطة الميكروسكوب لعينة من فضلة الكلب. وتعد الديدان احدى انواع التفيلية الداخلية التي تصيب الكلاب والقطة ايضا. وخلال هذا الفيديو سنوضح لكم ما هي اعراض واسباب الديدان عند الكلاب وطرق العلاج والوقاية السليمة. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة انماط. في حالة اصابة الكلب بالديدان الخطفية او الحلقية ووجودها بمعيدته ستبدأ بعض الاعراض في الظهور عليه. من بينها تقصف شعر الكلب واصابته بالجفاف. اصابة الكلب بحالة من الاجهاد الشديد. نوبات من الاسهال والذي قد يكون اسهالا دمويا ببعض الاحيان. التصاق بعض الديدان بشعر الكلب الموجود بمنطقة المؤخرة. ملاحظات خفاض وزن الكلب. نوبات من القيء ممتزجا ببعض الديدان. على الرغم من امكانية ظهور تلك الاعراض على العديد من الكلاب المصابة. الا ان ببعض الاوقات قد تظل يارقات الديدان ساكينة بمعيدة الكلب. لتظهر باوقات مفاجئة. على سبيل المثال عند شعور الكلاب بالخوف او التوتر الشديد. او بالمرحلة الاخيرة من الحملة. لذا يرجع ان يتم امداد الكلاب بالتطعيمات اللازمة قبل خوضها لخطوة تزاوجه والحملة. تتمثل اسباب اصابة الكلاب بالديدان في وجود ناقلات حية لها. والتي قد تكون اختلاط الكلب وملامسته لحيوان اخر حامل للمرض. كذلك البراغيذ. القراد. احتكاك الكلب بالاماكد التي يكتر بها بيض الديدان. انخفاض مناعة الكلاب. عدم توفير التدابر الوقائية للكلاب. لحسن الحظ فان مرض الديدان من الممكن علاجه سواء قم المرب باكتشافه من بداية ظهوره او بعد مرور بعد الوقت. واهم خطوة للعلاج تتلخص في الاتي. اولا عرض الكلب المصاب على الطبيب البيطاري المختص في فحصه وتحديد وزنه. ومن ثم يقوم بوصف العلاج المناسب له والجرعة الملائمة. لضمان تحقيق افضل النتائج. باغلب الاوقات يصف الطبيب المختص دواء فعال في لاج الددان عند الكلاب. الا انه ببعض الاحيان الاخرى هد يجد الطبيب ان هناك بعض الادوية الطبية ستكون فعالة اكثر حيث يتوقف ذلك على حالة الكلب وتقدير الطبيب البيطاري. فانواع الديدان تختلف عن بعضها البعض. وبالتالي يختلف نوع الدواء المناسب للتخلص منها. العمل على وقاية الكلب من اي انواع من الحشرات. وبشكل خاص البراغيث. نظرا لامكانية نقلها يرقات الديدان الى دم الكلب. ومن ثم تحدث العدوى. التخلص من فضلات الكلب الخاص بك بشكل فوري. سواء كانت موجودة بشرفة المنزل او الحضيقة لتجنب وصول ارقات الديدان لها. منع الكلب الخاص بك من الاقتراب من الفضلات الموجودة بالمنتزهات والحضائق. الاعتماد على اقراس الوقاية من الديدان دوريا بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر. الاهتمام بنظافة الكلب الشخصية.